سلام عليكم معكم ادهام من جيمتك واخيرا وصل الجيل الجديد من الاجهزة واليوم ان شاء الله بعطيكم مراجعة المفصلة للجهاز اكس بوكس سيريس اكس واول شي ببدأ فيه هو صوت وحرارة الجهاز اللي تهم كثير ناس وحب اقول لكم الجهاز ما لا صوت ابدا وهادئ جدا جلست في غرفة ما فيها اي صوت ولعبت العاب على 120 اطار في الثانية ودخلت اون لاين وجربت العاب ثقيلة وما سمعت صوت طلع منه الجهاز صدمني الهدوء حقه الصراحة السبب يرجع للتصميم والمروحة العملاقة وطبعا الحرارة في الجهاز طول فترة تجربتي كانت عادية جدا رغم كل الضغط اللي حطيته على الجهاز ثاني شي مساحة الجهاز وصحنا ذاكرت التخزين واحد تيرا لكن المساحة الحقيقية المتوفرة داخل الجهاز هي 802 جيجا فقط والباقي كلها رايح للنظام نجي عند اداء الجهاز الجهاز من البداية ومن وقت التشغيل تحس الفرق عن الاكس بوكس وون اللي كان يطول على ما يشتغل السيريس اكس اذا كان الجهاز مطفي بالكامل ياخد تقريبا 10 ثواني علشان يشتغل مقارنة في الاكس بوكس وون اللي ياخد دقيقة كاملة وحطيت العاب ثقيلة ولعبت ساعات عليه مثل اساسين كريد فالهالا محسنة بالكامل للجهاز لعبتها بدقة 4K مع 60 اطار في الثانية ولعبت اونلاين جيرز 5 على 120 اطار في الثانية والجهاز كان اداء خرافي وبدون اي تقطيع او دروب مع 120 اطار في الثانية حاولت اضغط عليه اكثر وانتقل من لعبة للعبة لكن ما زال الاداء ثابت وقوي غير اني حب اقول لكم ان اودعوا تقريبا شاشات التحميل صرت انتقل بين منطقة ومنطقة بسرعة كبيرة وبدون انتظر وقت طويل والالعاب حتى صارت تشتغل بسرعة رغم ان ما هي متحدثة لسه للجهاز مثل لعبة واتش دوغز ليجين باقي ما تحدثت للجهاز يعني انت جالس تلعبها فعليا كلعبة اكس بوكس وون متوافقة مع سيريس اكس الا ان وقت التحميل كانت 16 ثانية فقط مقارنة في الاكس بوكس وون اللي اخد دقيقة ونص على ما تشتغل اللعبة وانا بنتظر واشوف تحديث اللعبة اللي بخليها لعبة سيريس اكس ويصير اداءها افضل حتى التنقل بين الالعاب عن طريق خاصية الكويكروزوم شي خرافي انك تقدر تلعب اكثر من اللعبة في نفس الوقت تلعب هنا دويتشر ثري وتنتقل وتلعب جيرز وتنتقل وتلعب لعبة ثانية واللعبة حقتك شغالة في الخلفية وترجع لها متى ما تبي والانتقال بين اللعبة واللعبة الثانية ياخذ 10 ثواني فقط وترجع تكمل اللعبة من مكان ما تركته بصراحة هذا الاداء اللي كنت انتظره من الجيل الجديد بالنسبة للالعاب لكن عندي ملاحظة بشكل عام لما كنت انتقل من 60 اطار الى 120 اطار في الثانية ما كنت احس بالفرق الكبير مثل لما كنت احس بالفرق لما انتقل من 30 الى 60 اطار والحلو ان عندك مكتبة كبيرة من الالعاب حقة الاكس بوكس 1 والاكس بوكس الاصلي تقدر تلعبها على الجهاز سواء تنزلها من حسابك في الستور او عندك على هارد ديسك او سي دي بس حطها ولعب واذا عندك يد او اكسسوارات للاكس بوكس 1 بتشتغل على السيريس اكس نجي عند واجهة المستخدم اللي تدعم اللغة العربية بشكل كامل الواجهة جديدة ابسط وافضل من القديمة في اختصارات مثل اذا ضغطت على زر الاكس بوكس في اليد بيطلع قائمة سريعة تقدر تسوي منها كثير اشياء بدون تحتاج تطلع للواجهة والاعدادات غير ان زر الشير سهل علينا نقل ومشاركة المقاطع حتى انك تقدر تنقل المقاطع من الجهاز الى جوالك مباشرة عن طريق تطبيق الاكس بوكس وتشاركها وين ما تبي ومن الواجهة تدخل بشكل سريع على خدمة الجيم باس والستور وتقدر تشوف في الستور اذا الالعاب محسنة على السيريس اكس او لا تلاقي جنبها علامة بهذا الشكل ومكتوب جنبها محسنة على الاكس بوكس سيريس اكس واس مثل لعبة اساسين كريد بتشتغل على فور كي وستين اطار في الثانية على الاكس بوكس سيريس اكس بشكل عام مواجهة المستخدم صارت افضل من قبل نجي عند يد التحكم اللي كان فيها تحسن بالنسبة لي يعتبر بسيط عن الاكس بوكس وين فقط تحس ان مسكة اليد صارت افضل تطور وعطاك اداء قوي وسريع لكن يد التحكم ما زالت كماهي بنسبة لستخدام بطارية في يد التحكم هذا الشي يرجع لكل شخص وراية في الموضوع لكن انا شوف يد في 2020 ما زالت تستخدم البطارية هذا شي سلبي واذا تبي تكبر مساحة الجهاز ممكن تستخدم الهاردسك اللي هو الـ HDD لالعاب الاكس بوكس وون والاكس بوكس الاصلي لكن العاب المخصصة او المحسنة للاكس بوكس سيريس اكس لازم يكون من نوع الاس اس دي المخصص علشان تشتغل واكس بوكس الانت على نوع واحد فقط وسعره 120 دولار بسعة واحد تيرا لكن نصيحة حتى لو تبي تلعب ألعاب اكس بوكس وون لا تلعبها على الهاردسك الخارجي الـ HDD قبل تلعبها انقلها على الاس اس دي الداخلي وشوف الفرق الكبير في السرعة في التشغيل واللودنج الخلاصة الاكس بوكس سيريس اكس يعطيك كل شي تتوقع من الجيل الجديد أداء قوي وثابت وسرعة في اللودنج وتشغيل الألعاب مع مكتبة كبيرة ومتنوعة من الألعاب الجديدة والقديمة اللي تقدر تلعبها لكن اللي ناقصة هو حصريات قوية وأتوقع في كثير منها جاي في الطريق